عزيزي طلب الطالبات الصف الاول السنوي بحييكم اه وبقدم لكم هذا البس المباشر والفيديو اه بنتكلم فيه النهاردة عن لعمل لكم راجع عليه بحيث ان اللي عنده او اللي عندها اي سؤال في هذا الجزء يتابعني من خلال البس المباشر او من خلال قناة بلوجر اه هقدم لك عدة اختبارات ايضا اه بحيث ان انت ايه تشوف اكبر كم من الاسئلة والمسائل اللي هتساعدك في الحلول وخلي بالك بس اهم حاجة لازم الرموز ضروري جدا الكيمياء الرموز وطبعا التعريف حول تبتلها اول باول بتعتمدش على موضوع ابنبوك احنا عايزينك ايه اه الحاجات السهلة دي دي بقى انت عارفها مش محتاجة ابنبوك اه وطبعا من خلال هذا الفيديو السريع او العرض المباشر اه هنوريك بعض التعريف وبعض الامثلة على حسابك في الفيديو القادم اه وعنا مدونة اه مستر اشرف الهادي اه وهسيب لك دلوقتي اه اه تشاهد بعض الامثلة المحلولة حلا معاك بحيث ان انت ايه اه تركز فيها كويس وحاول اي جزء اه لو ما فنتوش تحاول ترجع وطبعتلي في التعليقات على قناة واخلال الفترة القادمة هنحاول نعملك بس مباشر على زوم وعلى او جوجل ميت يعني هننوع بحيث ان انت ايه تعود نفسك على اه حصص البس المباشر والان طبعا زي ما انت عارف دلوقتي النظام الحديث لازم تحل حل الكتروني او على الاقل بابلشيت اسئلات اختر عشان تحل اسئلات اختر اه لازم برضو تحلها الاخل يدوي ويكون مكة الكوليتر باستمرار اه على اساس الحسابات تكون دقيقة اه في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نقرب بس اه مش في كل احيان اهم حاجة المعادلات تكتبها مزبوط وتوزنها مزبوط لتحقيق قانون بقاء الكتل او المادة اه في بعض الامثلة بنحاول نحلها باستخدام المقصات وطبعا ايه ده كلام متاح اه وخصصا لطلبها اللي كويسين في ايه في مادة الرياضيات وخصصا الجبر فانت تابع معي وشوف بعض الامثلة المحلولة وهواليك طريقة حلها باختصار شديد اه ولو في عندك ايه تعليق سيبهولي في التعليقات اثر ارتفاع الحرارة النوعية للماء على ثبات درجة حرارة الكائنات الحية ونسيم البحر والبر المقدمة مرحبا بكم في هذا الفيديو سنتناول موضوعا مهما له علاقة وثيقة بحياتنا اليومية وهو اثر ارتفاع الحرارة النوعية للماء على ثبات درجة حرارة اجسام الكائنات الحية والانسان بالاضافة الى نسيم البحر ونسيم البر سوف نتعرف على مفهوم الحرارة النوعية ونحل مساء الرياضية تربط بين كمية الحرارة المكتسبة او المفقودة والحرارة النوعية جاهزون فلنبدأ المقطع الاول تعريف الحرارة النوعية واثرها على الكائنات الحية اولا دعونا نتعرف على مفهوم الحرارة النوعية الحرارة النوعية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحدة الكتلة من المادة بمقدار درجة مئوية واحدة ووحدة قياسها هي الجول لكل كيلو جرام لكل درجة مئوية جول لكل كيلو جرام لكل درجة مئوية احد اهم السوائل التي لها حرارة نوعية عالية هو الماء حيث تبلغ الحرارة النوعية للماء حوالي 4168 جولا لكل كيلو جرام درجة مئوية لكن لماذا هذه المعلومة مهمة للكائنات الحية؟ لان اجسام الكائنات الحية بما في ذلك جسم الانسان تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وبالتالي فان الحرارة النوعية العالية للماء تجعل من الصعب تغيير درجة حرارة اجسامنا بشكل سريع مما يساعد على تنظيم درجة الحرارة الداخلية وحمايتنا من التقلبات الحرارية المفاجئة المقطع الثاني تأثير الحرارة النوعية للماء على جسم الانسان جسم الانسان يتأثر بشكل كبير بقدرة الماء على امتصاص الحرارة او فقدانها ببطء مثلا عندما ترتفع درجة حرارة البيئة المحيطة بنا فان جسم الانسان يحتاج لوقت طويل نسبيا ليرتفع بنفس السرعة وهذا بفضل الحرارة النوعية العالية للماء الموجود في اجسامنا هذه الخاصية تحمين من التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة وتساعدنا على البقاء في حالة توازن حراري لذلك عندما نكون في بيئة حارة يحتاج الجسم الى التعرق لتبريد نفسه لكن الامر لا يحدث بشكل فجائي وهذا بفضل قدرة الماء على امتصاص كمية كبيرة من الحرارة قبل ان ترتفع درجة حرارته المقطع الثالث نسيم البحر ونسيم البر الحرارة النوعية العالية للماء لها تأثير كبير على الظواهر الجوية مثل نسيم البحر ونسيم البر في النهار تسخن اليابسة بسرعة لان الحرارة النوعية للتربة اقل بكثير من الماء بينما يبقى الماء باردا نسبيا الهواء فوق اليابسة يسخن يرتفع وينتج منطقة ضغط منخفض فيأتي الهواء البارد من البحر ليحل محله وهذا ما نسميه نسيم البحر اما في الليل العملية تكون عكسية تبرد اليابسة بسرعة اكبر من الماء الذي يبقى دافئا لفترة اطول فيتحرك الهواء البارد من اليابسة نحو البحر مكونا انسيم البر المقطع الرابع حل مسائل تربط كمية الحرارة بالحرارة النوعية دعونا الان ننتقل الى الجانب العملي ونحل بعض المسائل المعادلة الاساسية التي نستخدمها هي تمثل كمية الحرارة المكتسبة او المفقودة ووحدتها هي الجول جي ان ام ان تمثل الكتلة ووحدتها هي الكيلوغرام كجم ان سي اير تمثل الحرارة النوعية ووحدتها هي جول لكل كيلوغرام درجة مئوية اير اير ديلتا تي اير تمثل التغير في درجة الحرارة ووحدتها هي الدرجة المئوية درجة مئوية اعبع مثال لنفترض ان لدينا كيلوغرامين من الماء وتم تسخينه من 20 درجة مئوية الى 80 درجة مئوية احسب كمية الحرارة التي اكتسبها الماء الحرارة المكتسبة ستكون اذا الماء اكتسب حوالي 502 320 جولا من الحرارة المقطع الخامس اهمية الوحدات دعونا نذكركم باهمية الوحدات في هذه الحسابات كمية الحرارة تقاس بالجول جي الكتلة تقاس بالكيلوغرام كجم الحرارة النوعية تقاس بالجول لكل كيلوغرام لكل درجة مئوية جول لكل كيلوغرام لكل درجة مئوية درجة الحرارة تقاس بالدرجة المئوية درجة مئوية استخدام الوحدات الصحيحة يساعدنا على تجنب الأخطاء وضمان الدقة في الحسابات تمام، راح أختصر لك الفواصل وأنهي الفيديو بطريقة بسيطة مع تحياتك في الفيديو اليوم شرحنا الفرق بين أو كمية الحرارة ودرجة الحرارة والحرارة النوعية ووضحنا العلاقة الرياضية بينهم باستخدام المعادلة QRATR MXCXDT شفنا كمان كيف المية عندها حرارة نوعية عالية وتأثيرها على أجسام الكائنات الحية وتنظيم حرارة كوكبنا وكمان تعرفنا على نسيم البحر وأنسيم البر إذا حابين تتعلموا أكثر عن هالمواضيع أو عندكم أسئلة لا تترددوا تكتبوا في التعليقات مع خالص تحياتي مستر أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة الخاتمة في نهاية الفيديو تعرفنا على كيفية تأثير الحرارة النوعية العالية للماء على تنظيم درجة حرارة أجسام الكائنات الحية وتحديدا جسم الإنسان وكذلك دورها في ظاهرة نسيم البحر ونسيم البر ولا تنسوا حللنا بعض المسائل لفهم العلاقة بين كمية الحرارة والحرارة النوعية إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات اتركوها في الأسفل إلى اللقاء في فيديوهات قادمة ومع تحياتي مستر أشرف الهادي The Boss Astar Boss Channel فصل أول أول مشير رحمة إسماعيل المجود اللي احنا بنعمله عشان مع أخال استحياتي مستر أشرف الهادي يبرم معلمينك كمية مختفع وتبثيره هنجيب ألف عبال البحر الكهبالي ولنتكلم عن تكيفه مع الضغط العالي وإزاي يسمى وصمم شكل تأثير لتحمل ضغط البيئات هنحكي عن إلما تسمعاتك بشكل بربو عندنا خريقة عفرية لتعاوم عن الضغط الهالي بفرق لديهم السبب ومساعدهم على الطفو والتوازن بفرق الأميمة وهي بتستخدم أجوانت لتفريغ المياه الزاهدة بفرق أسماك القرش والكائنات وعددة الخلايا تخيل إن القرش أزمي عدد كمية الأملاح في اسمه كل بلد في المياه الملحة يحتاج حاقب على أستوى المياه في اسمه ولا عن طريق إخراج الأملاح الزاهدة عبر الغيشين ينظر أن القرش عاش لمياه عذبة هيحصد إيه؟ ستة، الختام في النهاية بنجلش تقدي إيه المغنوات البحرية المدحلة مقدرتهم على التكيذف مع البلاد الصعبة لشيء فعلا يستحقوا للبهار بجلد سليك وزيوت تعزز قطع تتمقل ببراعة في هذه البلاد ذات الضغوط العالية العالم ينثير للكائنات وحيدة الخلية مثل الميبة أو يكشف لها كيف تستخدم الاسموزية لتنظيم دخول وخروج الماء توضح كيف تنتخل هذه الكائنات الصغيرة أو تنظر تجابة للتغيبات داخلية وتستخدم فجوات لتفريغ المال السائل أما بالنسبة للكائنات متعددة الخلايا من أسلاح القرش فإنها تقديم على دوازن الشلاحي من الجسم أمر حرار مع خحياتي مستر أشرف الهادي ده باص وهسيبك دلوقتي مع البس المباشر